يعني هو ساومك على الفيديو اللي انت بتدعي انه كان معا يا باشي انا مش بتدعي حاجة هو ده اللي حصل وحدثة بنتي عارفينها في المستشفى وكمان يا فندم في محضر للحدثة قدمته المستشفى لليسم التابع ليها ودي صورة من المحضر وطلب منك كام؟ مئة الف جنيه في شهودة على الكلام ده؟ لا يا باشي ما كانش في حد موكل يا فندم حاولي يدبر المبلغ عشان يقدم الدليل الوحيد على حدثة بنته للشرطة وطبعا ما قدرتش تدبر المبلغ بالكامل واختلفت معاه واتخنقته وقتلته لا يا فندم ما قتلتوش انا دخلت لقيته سايح في دمه وما بلقتش ليه وليه هربت انا ما هربتش انا لقيت نفسي قدام واحد ما قتول اتخضيت زي اي بني ادم معرفتش ساعت هعمل يبن مشيت بسرعة حتى الموبايل بتاعي واقع مني من غير ما حس عموما التب الشرعي هو لا يحدد كل حاجة طب انا بستازم عليك باليفراج عن موكلي باي كفالة اني بتقدرها كفالة ايه يا استاذ هو لسه ما اعترف بالسانه دلوقتي ان فيه خصومة ما بينه وبين المجني عليه والخصومة دي بسبب فيديو على موبايل المجني عليه والموبايل ده اختفى وما حدث له مصلحة ان ياخد الموبايل ده غيرك انت يا جلال والدفع موجود والشهود اكده انك كنت بتدور عليه وبو سر انك تلاقيه نصحت لك يا جلال انك تعترف يمكن ده يخفف الحكمة عنك شوية يا باش اعترف بايه قسما بالله العظيم اللي حصل هو اللي انا قلته لا عرف تقتل ازاي ولا موبايل وراح فيه ناشي يا جلال اكتب يا ابن وقد قررنا نحن وطاهر زين العابدين وكيل النائب العام اولا حبس المتهم جلال احمد ابو العلا اربعة ايام على زمة التحقيق على ان يراع لها التجديد في المعال ثانيا انتظار تقرير التب الشرعي والمعمل الجنائي وتحريات المباحث امضي يا جلال يا باش انا ما قتلتش حد والله العظيم ما قتلته امضي امضي يا جلال امضي يا اسكري امضي يا جلال اشتركوا في القناة